اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان التنفيذ المتقل للخطط والبرامج المنبثقة من برنامج الحكومة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتتطلب من العمل جميعا بروح الفريق الواحد بعزم واتقان لمواصلة البناء على ما تحقق من مجازات عديدة تسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأعرب سموه عن الاعتزاز بعراقة العمل البلدي في مملكة البحرين الذي يعود لـ 104 أعوام ومسيرة الانتخابات البلدية الممتدة لـ 99 عاما حيث جرت في مملكة البحرين في عام 1924 أول انتخابات بلدية بالمنطقة وفي هذا الصدد طلع صاحب السمو البلكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مشروع ترميم المبنى التاريخي لشؤون البلديات المنامة ووجه بالحفاظ على الطابع التاريخي والهوية الثقافية للمبنى والذي يعد أحد الشواهد على مسيرة العمل البلدي في المملكة جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة وزارة شؤون البلديات والزراعة بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الذي قام بالطلاع سموه على مشروع ترميم مبنى شؤون البلديات المنامة والمشاريع البلدية الاستراتيجية كما قدم لسموه عرضا خاصا حول آخر مستجدات خطة التشجير لمملكة البحرين والتي تم تدشينها في 2022 والتي تستهدف استكمال زراعة ثلاثمائة وعشرة آلاف شجرة وخمسمائة وسبعين ألف شتلة من أشجار القرم بنهاية العام الجاري والتي تأتي ضمن جهود مملكة البحرين بالوصول لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة وأشار سموه إلى أن تعزيز الأمن البيئي يأتي على رأس الأولويات ضمن خطط ومسارات التنمية التي نواصل تسخير كافة الجهود نحوها بما يحافظ على الموارد والثروات الطبيعية ويسهم في تنميتها لضمان استدامتها موجه سموه إلى الإسراع في تنفيذ خطة التشجير ومواصلة الجهود في تنفيذ كافة المبادرات التي تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثارها والتي تتطلب تكثيف العمل من قبل الجميع وذلك بما يسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء ويدعم مسارات التنمية المختلفة وقال سموه إننا نعتز ونفخر بكل ما يقدمه أبناء البحرين من عطاءات في مختلف مواقع عملهم ونؤكد بأن الأوطان تعلو وتسمو بمثلهم وهذه الأرض تزخر بالكفاءات الوطنية التي تضمن لنا تحقيق مستقبل واعد يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا فما قدموه حتى اليوم من إنجازات وإسهامات نوعية في شتى المجالات هو خير برهان على ما تنتلكه البحرين من ثروة حقيقية غالية معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة منتسب وزارة شؤون البلديات والزراعة على جهودهم وإسهاماتهم في تحقيق النجاحات متمنيا للجميع الدوام التوفيقي والنجاح من جانبه أعرب سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ومتابعة لكافة المستجدات والمبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة بهدف تحقيق أهداف التنميات المستدامة وتطوير الخدمات مجددا العزم على مواصلة خطة تطوير في قطاع البلديات والزراعة بالوتيرة المنشودة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حيث تواصل التقدم بعزيمة أبناء الوطن في كافة القطاعات ترجمة نانسي قنقر